شارك سعادة الدكتور عبل طيب الراشد أزياني وزيره الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي الذي عقد يوم أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وخلال الاجتماع بحث الجانبان سبلات عزيز علاقات الصداقة التاريخية بين مجلس التعاون ودول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وتطويرها في مختلف المجالات واستعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يعزز الشراكة بين الجانبين ويخدم مصالحهما المتبادلة كما تمت مناقشات أبرز المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها الحرب على قطع غزة